بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله ننتهي مع بعض الفصل الرابع من مكرر نظم بالمعالج الدقيق الفصل بعنوان Sub-Rotines and Stacks وهنتكلم إن شاء الله في الجزء الأول عن Sub-Rotines والفرق بينها وبين الترابس بنقول يا جماعة إيه هو Sub-Rotines وإيه يعني الترابس بنقول يا شقاب إن Sub-Rotines هو برنامج فرعي وكذلك برنامج فرعي لكن الاتنين بيفرقوا في حاجة بسيطة جدا إن البرامج دي إليها Sub-Rotines البرامج الفرعية بيتم اكتبتها بواسطة المبرمج البروجرامر تمام بتكتب بواسطة المبرمج من أجل تقليل الوقت وتقليل المجهود يعني لو في بعض الأكواد أنت عايز تستدعيها أكتر من مرة في البرنامج عندك بتكتب عليه Sub-Rotines ويتم استدعيها أثناء تنفيذ البرنامج أكتر من مرة طب والترابس الترابس دي برضو بتكتب من قبل المصمم النظام التشغيل اللي بيصمم نظام التشغيل عشان يتم استدعاء خدمات خاصة بنظام التشغيل اللي هو من ال Operating System تمام إذن الاتنين اتفقوا في حاجة الاتنين اتفقوا لهم برامج مساعدة برامج فرعية بتساند عمل البرنامج طيب عادة بنقول أن الترابس بيبقى عبارة عن خدمات بتاخدها أنت من بتستلعي خدمات لنظام التشغيل معي؟ بتستلعي هي خدمة من خدمات نظام التشغيل وعادة ممكن تكون في بعض الأحيان Input أو Buttercost طب نشوف مع بعض بنقول تراب روتينز التراب روتينز اللي هي البرامج الفرعية اللي هي اللي هي بتشير أو بتؤدي إلى خدمة من خدمات نظام التشغيل وبتتكون من رقم التراب رقم البرنامج الفرعي اللي انت مطلوب منه الخدمة Go to the service routine البرنامج اللي انت طالبه من أجل الحصول على الخدمة وRet R-E-T معناها Return from service routine إرجع من روتين الخدمة اللي كان مطلوب يعني هي عبارة مرجعية عشان يرجع للبرنامج الأصلي طب احنا اتفقنا ان الساب روتينز والفانكشنز دي برامج بيكتبها المبرمج من أجل الحصول على خدمة تكرارية يعني لو فيه كود انت أو انت محتاج تكتبه أكثر من مرة بيتكتب في الساب روتين مرة واحدة بس ويتم يستدعقه طب يتم يستدعقه ازاي بعدد من الأوامر زي مثلا GSR jump to subroutine from PC و GSRR jump to subroutine from register يعني انت بتروح او بتتجه الى الساب روتين من خلال كومة البي سي اللي موجود في المموري اللي هي بيشاور على كومة في المموري وبتروح برضو للساب روتين بس من خلال كومة موجودة فين في الرجستر اي اللي اتنين معنهم go to subroutine اذهب الى الساب روتين و طبعا امر RET اللي احنا خدنا لغا دلوقتي اللي هو return from subroutine اذا يا جماعة عايزين نفهم من حتة ديات ان الترابز والساب روتين برامج فرعية لكن الترابز بتشير الى برامج خدمة من كبل نظري برامج مبرمج من اجل استخدامها اكتر من مرة طيب نشوف مع بعض الترابز احنا اتفقنا التراب بيتنفذ ازاي قلنا ان هو عبارة عن عدد من المتجهات و كلمة المتجهة المقصود بها عدد من العناوين اللي انت ممكن البرنامج هو اسناء البرنامج ما بيشتغل هوا زي ما انت شايف يستدعي عدد من العناوين العناوين دي بتخليه يتجه لانظام التشغيل عشان ياخد منه خدمة بعد ما بيقدي الخدمة ديت بيرجع تاني البرنامج الاصلي علشان ينفذ باقي البرنامج اذا التراب هو ممكن يقول هو تراب فيكتور يعني مجموعة من العناوين اللي بتوجهك بعد للبرنامج اللي انت طلب منه خدمة من نظام التشغيل ثم لما ينتهي البرنامج اللي انت طلبه اللي هو مطلوب منه الخدمة بتاعته يقوم نرجع تاني للبرنامج الاصلي عشان يبدأ يكمل تنفيذ البرنامج ده معنى كلمة تراب طيب نقرأ مع بعض بنقول ايه عشان نعمل execute للتراب بفكتور نمبر محدد يعني براقم معين يعني بتروح لأدرس محدد اللي هو service routine أدرس اللي حانتفقنا عليه ايه عبارة عن ايه بقبولك خلي بالك ان التراب دي عبارة عن فيكتورز تراب فيكتورز يعني مجموعة من العناوين وممكن مسلا سيب المثال تكون في لوكيشنز من مثلا من صفر 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 ايه اف اف يعني هي مجموعة عنوين موجودة فين او مجموعة من الفيكتورز موجودة في نطاق محدد من الميموري طيب الخطوة اللي بعد كده بتعمل ايه هي عبارة عن مجموعة عنوين contain addresses of ايه بقى pre-written services اه احنا اتفقنا مجموعة من العنوين لمجموعة خدمات مش كده اللي بيقوم بها مين نظام التشغيل طيب هو بيفهمك يعني ايه لطي تريبز ثم بعد ذلك بيقول ايه بعد كده بيقول لك احنا عشان نروح بقى للخدمة دي لازم نخزن كويمة بي سي اللي هو اخر سطر رجستر وليكن مثلا R7 علشان لما نرجع تاني او لما يقدم الخدمة ونرجع تاني البرنامج الاصلي يبقى عارفين احنا وإيه عند السطر رقم كام معايا اذا كلمة البي سي بتتحط في رجستر اسم R7 لي عشان يعمل save the return address يخزن العنوان اللي انت هترجع له ما انت دلوقت انت قلت انا عايز خدمة وروح تنفست الخدمة من عند نظام التشغيل عايز ترجع تاني البرنامج الاصلي يبقى لازم تخزن انت كنت واقف فين طيب وبعد كده يا جماعة بعد ما خزننا انا واقف فين انا كنت واقف عن البي سي كان وقف عند الادرس ده خزنت كمت في R7 اروح اعمل ايه بقى صح اروح اطلع اجري عند مين على العنوان اللي هيودين المين للخدمة مش كده اه يبقى اذا بعد الحركة دي بنعمل ايه address of service routine loaded into pc البي سي يشاور على العنوان اللي هروح يقد بعد كده الخدمة وخلي بالك واحتفظ باخر قوية ما كان فيها في البرنامج في R7 عشان ما يتهش منه طيب بعد ينفذ sub routine زي ما اتفقنا service routine program executed الخدمة تتنفذ ثم يرجع تاني بس يرجع تاني فين ايو صح عند الكومة اللي هو خرج منها اللي هو الكومة اللي احنا خزنها فين في R7 مش كده اه بولك تنتهي الخدمة بكلمة RET يعني return program ارجع البرنامج الاصلي بتاعك وخلي بالك هترجع فين هترجع عند الكومة اللي انت خزنتها فين في R7 دي يا جماعة تتملخص بسيط يعني ايه كلمة traps وايه الفرق ما بين هو بين كلمة sub routine السلام عليكم ورحمة الله وبركاته